جددا مراسل قناة هلا حسين العبرة مساء الخير لك حسين مساء الخير زميل شحادي عازم أهل لك والمشاهدين أهلا بكم من منسف السلطان في مدينة راهط نعم يعني ما يميز الأعراس في منطقة النقب هي المناسف البدوية من المختلفة ولكن هذه المناسف اختفت عن هذه البهجة الأعراس خلال فترة الكورونا مع تأجيل كثير من الأعراس في هذه المنطقة وعلى ما يبدو الآن مع الفتاح والتنفس الجديد مع التعليمات الجديدة لوزارة الصحة على ما يبدو خلال الأيام القريبة ستعود الأعراس والمناسبات السعيدة إلى البلاد عامة وخاصة إلى منطقة النقب كما ذكرنا المناسف طبخين طبخين الأعراس والأفراح بانتظار عودة الأفراح ليعودوا إلى عملهم مثلهم كمثل كل ما يتعلق بهذا النموذج وهذا النوع نعم بجانبي هنا الشيف سلطان أبو جربوع وهو طباخ أعراس مشهور في منطقة راهط والنقب سلطان مساء الخير يعني هذه المناسف راح نشوفها قريبا في الأفراح في المناسبات في النهاية يعني الانفراج حصل إن شاء الله بدنا نفتح الدفاتر لتسجيل تاريخ الأعراس للناس يتصلوا ويأخذوا تواريخ إن شاء الله بدأ الموسم بنعلن عن بداية الموسم انفراج كبير ارتياح كبير إلنا كطبخين أعراس بنهني بعضنا بإن نفتح موسم الأعراس إن شاء الله يكون موسم حلو على الجميع بعد انقطاع مدة عام تعالي نحكي يعني بصراحة الناس مروا في فترة صعبة يعني كان كثير من الأعراس كما يعني مرت علينا فترة الصيفية اللي كان مئات الأعراس بتكون في هذه الفترة الناس أجلت الأعراس ولا كان يعني إشي مختصر وبس بدي جوزوا للولد لا نسبة قليلة اللي هي كانت في مختصر يعني اللي جوز الولد الأول الولد الثاني والثالث صار عنده مختصر أما الولد الأول البهجة الأولى بيأجلها لأنه بده الفرحة الكبيرة اتعم في البيت والأهل والجيران اللي يفرحوا له فأجلها لو تأخذ سنة وسنتين مش مستعد أنه يأمل العرس الأول مصغر جدا فالانفراج انفتح الساة صاروا كلهم بدهم التواريخ وصار يعني زي صراع على التواريخ في الفترة ما قبل رمضان وما بعد رمضان نعم بنسبة لكم في هذا المجال الطبخين يعني لما الطباخ دي يشتغل كمان الصاحب المربي المواشي يبدو يشتغل ويبيع عليكم كطبخين وكثير من المساعدين والطبخين رح يشتغلوا يعني الوضع الاقتصادي رح يكون أفضل عندكم أنتم الوضع الاقتصادي رح يعم على الجميع من الكوافير من الطبخين من أصحاب البدلات للأرسان من أصحاب المواشي من الملاحم من الحلويات من الأواعي الملابس بيوت الشعر الكراسي الطاولات يعني الهيكلية الكبيرة يعني بتعم دخل كبير على من يقوم في تجهيز الأعراس للناس نعم بنسبة لكم المناسف يعني ستشوفك من جاهز في هذه المناسف في منصف السلطان إيش أكثر شيء الناس الآن يعني مع بداية الحجوزات إيش بيطلبوا الناس مناسف عجل خروف إيش بيطلبوا أكثر شيء الصراحة في فترة الكورونا صار عندنا نظام جديد ونظام الأكل على بشكل متقطع يعني مزي كان عندنا في النقاب يعني الجميع يوكلوا في حوالي عشرين دقيقة ربع ساعة نطعم الفين واحد اليوم انبسطوا الجماعة من أن يفوتوا أفواج أفواج نسبة ارتياح للمعازيم أنه بيأخذ راحته على الطاولة عنده تنويع من الأكل عنده لحمة عجل عنده لحمة جاج عنده لحمة خروف عنده سمك عنده سلطات عنده المشروب عنده الشربات فبيتريح نفسنيا أنه قاعد على الطاولة بيأخذ واجبه وبتجدد عملية الطاولات بتتجدد فصار عندنا طلبية من هذه النوعية من الأعراس وإن شاء الله يتمم على الجميع بهذا الطريقة يعني هذه من إيجابيات الكورونا يعني قلة أو التوفير أو التبذير اللي كان موجود وقفنا هذا يعني شيء إيجابي من الكورونا الكورونا اللي هي إيجابيات والأسلبيات لكن هذه من الإيجابيات التبذير اللي كان عندنا لنصاح من أرسك ما كان بيعرف كم ممكن يعمل أربعين خروف ستين خروف لأنه كان عندك نص ساعة اللي انت تعشي فيها لألفين من المعازيم اليوم انت بتقدر تشوف الأفواج وعندك ثلاث أربع خمس ست ساعات اللي من بداية العشاء الأول أو الغداء بفوتوا إلى النهاية ست ساعات حتى لو نقص عليك الطباخ عنده مجال يجهز أكثر وجبات ويطعم أكثر معازيم في أقل وقت والجميع بينبسط وبيوكل وبيكون متريح أنا انبسطت من هذه الطريقة في الشغل يعني أخواننا في الشمال والمثلث والجلي بيستعملوها متعودين عليها فهي جديدة علينا على النقب وأنا بفكر إن شاء الله أنها يعني مع المناسف أو أن نعملها بطريقة المناسف لكن على أفواج يعني لأننا النقبويين بنحب المناسف فبنحط المنسف بيجي جماعة 14-20 بنقدم لمنسف بيأخذ واجبه وبنجدد الطاولة للمجموعة اللي بعدها فبيظل الطابع المنسف بيكون موجود لكن الارتياع على الطاولة والوقت اللي يأخذه بيكون كمان كويس نعم كسؤال الأخير في تعليمات خاصة وصلتكم من وزارة الصحة بما يتعلق بهذا المجال لحد الحين التعليمات هي التطعيم الأول والثاني أو الكمامات والجيل وكل هاي لازم تكون في القاعة الأعراس أو في الأعراس لازم تكون موجودة صاحب القاعة لازم يكون عنده النظام والشباب اللي يدربوا أو يفهموا الناس اللي بدخلوا اللي ما عنده تطعيم ما بيفوت على العرس يعني هذا احنا بنعرفه احنا كالطباخين احنا ما قلنا سلطة اما صاحب القاعة اللي احنا بنيجي نطبخ عنده عنده السلطة انه يحكي مع صاحب العرس انه ناس مش متطعمة ما يجيبهم اللي مش راح يدخلهم هو فنوعا ما فيه انفراج يعني اليوم عندنا نسبة وعي يعني عندنا نسبة وعي الناس تروح على تطعيم وتطعيم مفيد وان شاء الله الكورونا هذه تروح وننتهي منها ونرجع لحياتنا اللي كانت قبل بطريقة والسلامة للجميع ان شاء الله وقبل ان نعيد البث الى الزميل الشحادي عازم في السبيات قناة قدامنا نوعين منسفين واحد نعم طرقتين تشرحنا ايش الموجود قدامنا في عندنا لحمة عجل بالطريقة باللبن ولحمة عجل باليخنية بالطريقة باليخنية والبطاطا والخضرة لحمة عجل فيه ناس بيحبوها بهاي الطريقة وعندنا لحمة عجل باللبن كمان فيه جماعة بيحبوا بهذه الطريقة والضيوف اللي بيحبه وصاحب الأرس بيحب باليخنية بنعمله باليخنية واذا حاب ان يكون باللبن باللبن نعم الشيف سلطان يا أبو جاربوع منسف السلطان شكرا جزيلا واكيد شوقت وشوقت المشاهدين احنا على ما يبدو سيتم تأجيل الدايت عنا شكرا لك سلطان اهلا وسهلا بيكو في راهط بلد المناسف اهلا وسهلا بأهل الشمال عندنا بالجنوب وقناة هلا وموظفين قناة هلا وبنت وكل الناس اهلا وسهلا بيكو راهط ومنسفنا موجودة وفاتحلفوا جميعا شكرا يا سلطان أبو جاربوع من راهط من منسف السلطان نعيد الباث الى استوديوهات قناة هلا الى اللقاء شكرا لك حسين مع هذه المناظر الشهية للأطباق الأصيلة المرتبطة بثقافة أهلنا وشعبنا في النقب شكرا لك ننتقل الى الموضوع التالي ترجمة نانسي قنقر